الملفات الأمنية المتوفرة لدى الدولة الجزائرية حول نشاطات أمنية مغربية هي خطيرة جدا لذلك نجد المواطن العادي يتعاطف يقول لك إخواننا المغاربة نعم إخواننا المغاربة والمغربي أيضا يتعاطف يقول لك إخواننا الجزائريين ونتألم لما نشوف ناس على الحدود بنتهم مسافة قصيرة تلقاهم هناك تزاوج فيما بينهم جزائري من زوج مغربية ومغربية من زوج جزائري أو مغربي من زوج جزائري وهكذا باش تمشي على الحدود تروح تشوف بنتها ولا يشوف ولده ولا واحد يشوف ولده ولا يشوف بنته لازم يروح للدار البيضة وبعد يروح الوهران بارافيون وبعد يعود يروح أمر سيء بالنسبة لهذا الجانب ولكن على مستوى أن المبدأ أنا شخصيا أطالب بفتح الحدود البرية بين البلدين إبعاد ملف الصحراء في العلاقات بين الجزائر والمغرب الجزائر من حقها كدولة ذات سيادة أن تدعم مواقفها السياسية الخارجية كما تريد المغرب إذا كان يشوف الصحراويين انفصاليين ليس له الحق لماذا يروح يحاورهم في الأمم المتحدة؟ لماذا يروح يحاورهم في الأمم المتحدة؟ لماذا يجلس معه البوليزاريو في الأمم المتحدة؟ لماذا يجلس في الاتحاد الإفريقي وفي نفس الوقت كان يجلس رئيس البوليزاريو؟ ولماذا أيضا اقتسم بعد ما سميت المسيرة الخضراء اقتسم الصحراء مع موريطانيا مدامة أرضه؟ كثير من الأسئلة توحي إلى التخبط في السياسة المغربية وأيضا هناك عاشت الجزائر أيضا تخبطات في سياستها الخارجية بخصوص الكثير من الملفات الإقليمية الملف الصحراوي لو مشى في مسار آخر لانتهى من زمان ولكن أيضا السياسة الجزائرية كانت خائبة في عدة أمور تتعلق بهذا الملف الذي يبقى يلغم العلاقات الجزائرية المغربية